وفضلت على الفكرة لسه ملأ لغاية السنة اللي بعديها بس كنت مركز لسه ان انا افضل مكمل افضل مكمل السنة اللي بعديها بقى ان انا بوصل دب ده بلا توت في الشمس لا توت في الشمس كان نقطة انا بعتبرها اهم عشان لا توت في الشمس كان قرار بالزبط كان قرار ان انا بيني وبين نفسي لو انا حاخد قرار زي ده يبقى انا فعلا عايزة مسل عشان انا كنت حاسس سواء هو ريسك او مش ريسك كنت حاسس ان فيه ريسك اه لا دور ده ريسك اللي واحد يعملوه في رمضان فحسيت اللي هو بس انا مليش دعوان انا مقتنع عاديين مفروض اعمل ده ومفروض ان هو يبقى سواء رمضان سينما او تشافر مش مفروض اخاف من حاجة زي كده بس هو ريسك وحاخته وطالما انا باخد ريسك اوكي بقى انا فعلا ابتديت ابقى نوي اكتر ان انا خش في الموضوع خلت كوميتمنت اعلى شوية بعديه غير طبعا احسيس الخوف من الدور نفسه وحي طب حيبقى كلاش طب الفيدباك حيبقى عمل ازاي طب كده دي حاجة بعدت بس كان اللي جمعته بعديها بعد سنين ان كان الاهم ان الكرار كان وراه كوميتمنت اكتر خلاص احنا عملنا كده حاجة كده مش 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 داخلة فيها بجد بتبي دايما عندك تساؤل اوكيه هل انا فعلا عايزيها ولا لا وما بتجمعيش هل انت مش حبها قوي ولا انت لا حبها لكن خايفة ولا انت فين في الحتة الجري دي فانت ساعته حسيت انه ده اختبار هل انا حكمل المهنة دي وبحبها فعلا وحاخد الرزق ده ولا مش حاخده اه وكان فيه حتة كده انترستنج انه لما راحت عملت الاوديشن انا اصلا راحت الاوديشن وطلبت الدور ده مخصوص حد قال لي فيه اوديشن لا تطفع الشمس فكلمت حد شغال المسلسة وقلت له هو فيه حاجة فضلة ادوار يعني فقال لي بص هو فيه يعني ادوار فيه حاجات فيه مشاهد مش بطالة مشهد مشهدين بس فيه دور معين كل الناس خايفة منه طبعا اول ما قال لي كده انا فهمت الدور عامل ازاي طبعا قلت له ليه فقال لي هو دور واحد جاي فقلت له لا طبعا ما خافش من حاجة كده قال لي اوام انا عارف فقال لي خلاص يبقى روح ولم تخش اسأل الولاي بتاع الكاستنج على الدور بتاع امكت بس فروحت وحد انا فاكر دخلت سألت له رادي قلت له انا جاي اعمل اوديشنو بتاعدي اوكي فدخلت عملت مشهدين كانوا كويسين ادوني اتنين كمان كانوا كويسين قبل ما مش يقلولي هم كانوا حطوا خمس اشخاص قبلي كده في الدور وكل شوية حد بيسيب عن خوف او عن حسابات فقلت له لا ما فيش خوف فيش حاجة انا وكان فيه خوف بقى لمدة أسبوعين أنا عدت الأسبوعين قبل ما جالي الدور أنا خايف عشان أعرف إن لو جالي مش هرفضه عشان لو رفضته حفظ الفترة اللي هو أنا خفته وأنا جبان بطريقة المية عشان أنا مش مقتنع أنا مفروض أرفض دوره زي ده لكن برفضه لحسابات اجتماعية ففي الأسبوعين دول أنا كنت متوتر يمكن أكتر من لما جالي يعني عشان عارف إنه هو لما ييجي أنا عارف نفسي أنا مش حارف أرفضه بالعكس اللي بحب الحاجات بتبوك كده العادات والتقاليد اللي أنا مش مقتنع بيها دور يعني دور مش هاسمها كده بس فاجئ وعملته وما كانش سهل وناس كتيرة في الدوائر اللي حوالي كانت معطاردة وأصدقائي يو بوستو حاجات على فيسبوك إحنا في رمضان ومش عارف إيه وكده وناس تانية كانت أه مشجعة وأه المفروض لو أحد يعمل كده وعادي يا جماعة دور في قيمة فاتحوا دمخكوا شوية دور بس اتعملت ازاي مع الرياكشنز دي هل كنت مستعد لده؟ لا ما كنتش مستعد لده بس عادة سبت ويؤثر فيا سبت ويضايقني ساعات سبت ويخوفني بعدين عادة اختفى زي غلباً أي حاجة بتحصل على على السوشيل ميديا والحاجات اللي أصلاً مش بيزت على حاجة قوية وساعاتها كمان أنا ما كنتش برضو ما كنتش ممثل معروف اسمي محدش كان عارف اسمي فالموضوع ما كانش برضو personalized قوي كده وبقيت مبسوط طبعاً أو يعني أو مش نادمين إن أنا مخدش قرار غلط عن خوف بس والموضوع كان أصغر بكتير مما كنت متخيل فهو غالباً ده الدرس اللي فيه للواحد يعرف إن القراء الناس أو الحاجات اللي حواليه بتبقى عالية قوي قوي في ساعتها كله بيعدي بس وعدت دور ولسه كدير ما كانش ابتدى وكنت لسه في فكرة بدور على auditions بدور على auditions لغاية لما روحت أنا بالنسبة لي هي أهم auditions أنا روحتها في حياتي وهي الـ auditions بتاع الطائع ودي طبعاً كانت auditions غيرت حياتك لكن عشان حتى تخش الـ auditions دي تكنت لازم تكتسب قدرات يمكن كانش موجودة عندك ساعتها أه وعشان أخش الـ auditions دي برضو في حد ساعدني في الموضوع ده حد اسمه سارة نوح سارة نوح هي مسكل الـ casting agency اللي بتعمل لطائع وهي طول عمرها شايفة فيها حك فدايماً اللي بيبع عندها auditions بتقول لي وأنا موجود عندهم في الـ data base فهي اللي ساعتها قالت لي عمر سلامة ودياب كدبين حاجة سعيدي وعمر يوسف كذا كذا تعال أعمل auditions وبرضو حظي إن أنا كنت لسا رجع من السعيد لأول مرة في حياتي كنت رحت إنا مع أحمد عبدالله أصور كده 3 أيام الليل خارجي فبقى ليا contact كده في إنا كان حد معي في الشغل ساعتها كان عندها contact في سوهاج فبعتنا للنس بتوع سوهاج وبعتنا للنس توعينة وبعتوا لي السكريبت باللهجة عملتها كده كلها في ساعتها اللي هو أنا بحاول أتصرف يعني بالله أقدر عليه يعني وفرق عشان عرفت بعد كده إن المصحح اللغة الصعيدي بيبقى بيقعد وبيختار برضو مع المخرج مين اللهجته شكله وريبه فالشغلة حيبقى أبسط معاه فده فرق وجات الـ auditions بعدها بشهر ونوص ما بين الـ auditions والكل كان فيه أسابيع اتعاملت إزاي بقى مع اللحظات دي اللي هي بيبقى الواحد منتظر الفرصة ومش عرف حتيجي ولا لأ حاولت ما استنيهاش بعد ما خلصت الـ auditions كنت كلمت مراتي فقالت لي الأخبار فقلت لها لأ يعني الـ auditions رزيزة انبساط نفسي عمل حاجة زي كده ودايما إحنا بنحاول نخبي الحاجات اللي عايزينها فيه دايما كده الممثلين ما تتحمسش قوي عشان ثلاثة ربع حاجات ما بيجيش بالذات في auditions بس فضلت معايا كده فكرة اه انا نفسي فيها وسبت الموضوع ما فكرتش فيه وبعدين بعديها بشهر مثلا صار نوح هي برضو اللي كلمتني وقالتلي هم عايزينك في دور واحد من ولاد عمر عبد الجديد هم عنده سبع عيال فاتة واحد منهم بسطت قوي تحمست قوي ما فلقش معايا أصلا أنهي حد كانش معايا ولا حلقات ولا معالجة ولا اي حاجة فأول ما بعتلي المعالجة جمعت دور ضحي ده عامل ازاي ودور ضحي من الأول مكتوب بطريقة تشد جدا وفي خلال بالضبط 24 ساعة انت فقت على الفلوس وطبعا اوز اندر بيد زي اغرب الموثلين في الاول وكنت عارف انه هو وعملته كان قرار جميل بس انت تكلمت على نقطة مهمة ان بصيت للدور على انه هو يعني انت حتعمل الدور ده بالنفلخ ده بس انه في المستقبل حيدي لك او فرص تانية كتير طبعا وفي الاو في الاخر مهم جدا الواحد يبني اسم ومع الاسم ده بيجي باور ان الواحد يطلب الاجر اللي هو شايفه مناسب لي ساعتها انا ما كنتش في الموقف ده بس في الحتة دي فعلا انا ما عنديش الحل لها يعني يمكن في حركات كتيرة في الصناعة وفي السنين اللي فاتت عارفوا ياخدوا حقهم من حيث ساعة العمل من حيث الاجر من حيث امتى اليوم يعتبر يوم ونص يعتبر يومين في ناس عارفوا يتكادفوا على داو يلم بعض مش عارف لو برضو كممسدين ده ينفع يحصل برضو بنفس الطريقة اكيد ينفع بس اصعب كتير في رأيي بعد شوية الناس اللي بيبقوا كبار في اي في الصناعة العالمية سواء مصر او برا ممكن نقول يعني خلينا صرح يعني انا بحس ان المعواد بعد وقت معين لا المبالغ بتبقى مهولة اه هم بيستهلوا ده بطريقة حسابية عشان هم بيدخلوا الفلوس دي لكن في حتة في النص اكيد للي تحته وللي فوق يعني انا ما عنديش مانع خالص ان الشخص اللي بيبقى بياخد الاجر الاساسي يقيل الـ 10% بس الناس الاكستراز والناس اللي جاية بشكل يومي يتعمل لها minimum budget minimum wage وده هيبقى في صالح الجميع مش مجرد الممثلين الصغيرين خلي بيلك انا معتابل نفسي ممثل صغير فدائما هحط نفسي مع الجروب ته بس في صالح الصناعة نفسها او في صالح الفيلم نفسه ان الواحد يعرف يجيب كاليبرز جامدة في كل الادوار الصغيرة سواء مشهد مشهدين وده العطل في رؤي ده العطل من ضمن المشاكل التانية بقى غير الاجر في فكرة ان انت داخل على وسط الفرص في قليلة والموهوبين كتير صح الادوات اللي انت شايف انها ساعدتك انك تلاقي فرصتك غير الحظ يمكن كنت جاهز شوية للفرصة فحاجات كتيرة اوة تغيرت في قلم 30 سنين فدي حاجات من حاجات اللي هو لما حد بيقول لي هل عمرك ممكن تعمل كذا ببيت اللي هو انا معرفش عشان في حاجات كتيرة جدا في السنتين تلاتة دول كنت فاكر ان يعني في حاجات كنت فاكر ان انا حبقى ضعيف فيها طلع تقوي فيها وفي حاجات كنت فاكر ان انا حبقى ستريكت جدا وده ديرول ومش هطلع عنها وببتدي اجمع ان في حاجة اسمها سوق ودي بنسبة النقطة المهمة اوي ان في الحرفة والسوق في التمثيل وفي الصناعة فين انا ماسك العصاية ازاي من النص دي حاجة بتيجي بالفطرة وبالخبرة الاتنين فلو انا كنت من سنتين تلاتة بقوم في حسابات السوق كلام الفارغ ده فلا في حاجة اسمها كتيرة لو جينا بقى على دور ضحي ده بقى كان اول بقى تصوير كبير حضرته وابتداتوا تصوروا النص التاني من المسلسل قبل النص الاولاني ابتدينا نصور رانب والشخصية بتتغير في الجزء الاولاني على الجزء التاني ازاي عرفت تتحضر النمو العكسي للشخصية كتبت كل مشهد عندي وبقيت مجمع قصتي عاملة ازاي ودي حاجة يعني عملتها بس عشان عشان اجمع الدنيا في ضحي بس هي حاجة بيتعملتها في كل المشروع ان انا اقرأ المشروع كله كويس قوي بعدين اقرأ الكاركتر نفسه بخطه عاملة ازاي وكنت فاكر ان هي صعبة والناس بتفتكرها صعبة لكن هي اسهل مما الواحد يظن في نفس اليوم بنصور حاجة من الحلقة التانية والسبعة والسبعتاشر فهي اسهل ومع الوقت خلاص الواحد بيبقى متعود وعرف هو فين طبعا بروفايدد ان يبقى الحلقات مكتوبة لما الحلقات متبقاش مكتوبة يبقى الواحد لازم يشتغل اكتر بقى وبيفيه شوية لخبطة اكتر وساعات عنده في بعض المشروع بيفيه مفاجآت غير صارة بس احيان كتير بتصوره في ظروف صعبة جدا وبتبقى تحت ضغط وانت معروف عنك انك شخص مركز جدا في شغلك وفي اللاينز بتاعتك وفي دورك بتحافظ على التركيز ده ازاي لما بتيكوا تصوره فترات طويلة كده وتحت الضغط ده اعتقد اللي بتديت اتعلمه ان فكرة واحدة واحدة يعني انا لو بصيت على المشاهد من اولا الاخيرة هجيدي بانك اتاك مانجمنت وفكرة واحدة واحدة ان انا لو حبص على واحدة واحدة الدنيا بتسهل طب من وجهة نظرك المخرج بيدور على ايه في الممثل المخرج بيدور على ممثل مش كاسلان عارف هو بيعمل ايه مش محتمل على المخرج يقول له ايه دي حاجة وعلى ممثل قابل للتغيير يعني لو الممثل جاي بفكرة في دماغه ازاي ما كلنا بنروح ازاي هو يعرف يغيره ازاي الممثل ما يبقاش قافش في فكرة معينة ما يعرفش يطلعه بعديه عشان هو في لحظة حيبعايز يقول له لا احنا مش عايزين نعمله كده احنا عايزين نعمله كده وعايزي في التكل بعدين يشوف ان هو لحظة كبير راح هناك ودي مش حاجة سهلة علينا فاعتقد دول اكتر حاجتين ترجمة نانسي قنقر